السلام عليكم اليوم كما رأيكم نحن نضيفه بعض البنية لنضيفه نضيفه ونضيفه كما تحبه في طريقة التحضير ونضيفه نضيفه نضيفه في المقادير نضيفه نضيفه ملعقة كبيرة 12 غ خميرة خميرة 2 ملاعق سكر 2 ملاعق زيت ثم نضيفه نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه نضيفه اضيفه 30 غ 50 غ أضيفه أضيفه نضيفه اوزنا حوالي 205 جرام الفارينة يجب أن أجد في مرحلة الفارينة يجب أن أجد المسكين بعد أن أجد العجينة تقالت يجب أن تلمو العجينة لكي تحسين العجينة ونحن أجد المسكين لنضيف هذا الوجيس نضيفه بسبباتيه لنضيفه هذا الهواء يجعله بشكل ناجح فأنا قمت بشكل ناجح فارينة قمت بشكل نجح حوالي 350 لوتو حساب النوعيات ثبوية العجينة 350 جرام 25 جرام زبدة ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة ودخلها مع العجين ونقوم بشوية نحاول نلمها بعد ملعقة العجين نقوم بشوية لتنشفها نضيفها نضيفها في كيس بلاستيك نضيفها بعد ملعقة العجين نضيفها دخلت حوالي خمستاش ندقيقة قبل 15 منوط نضعف الكمية نضعف الكمية نضعف الكمية بعد خمستاش ندقيقة قبل 15 دقيقة نضعف الكمية حسناً الأساس نضعف الكمية نضعف الكمية يجب أن نضعف الكمية 5.5 سنتيمتر ثم اخذت هذا المطبع يمكنني فتح الاجين من 5 مليمتر أخذ المقلة إليها أخذ المقلة لإبقاء بطاقة صوتي لتعليم بشكل سهل لدخل المقلع أستخدم الزبضة لورق الزبضة لتنفخ سوف تنفخ سوف تنفخ خاجل مناطق سخن كمية الزيت نقص فوق يكون نار يقوم نطلق مصر فى الداخل نضيف حمر الزيت 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 نضيف شوكولات نضيف حمر الزيت سكر لا تنسوني الكشفات للشعر و لا تنسوني لايك والتعليق و لا تنسوني لايك والتعليق أخبركم و لا تنسوني لايك والتعليق والصحب سوف نتقبلها لك نتفح اشترك في القناة اشتركوا في القناة